تفتح اليوم قرية بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين بالقرب من مجمع الأفنيوز وسيشهد الافتتاح تسجيل اللاعبين واللاعبات المشاركين في كافة السباقات وافتتاح المعرض المصاحب للبطولة الأكسبو كما سينطلق في السادس من ديسمبر سباق الأكواثلون في الفترة الصباحية وسباق الأيرون كيدز والأيرون جيرز علاوة على سباق مرضى السرطان أما البطولة الرئيسية فستنطلق في السابع من ديسمبر 2500 مشارك تحتضينهم بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي بأكملها على مدار يومين منهم المحترفين والهوات والأطفال والشابات والشباب علاوة على مرضى السرطان الذين سيتم تنظيم سباق خاص بهم فضلا عن بطولة الأكواثلون والأيرون جيرز والأيرون كيدز ثماني مجموعات مختلفة تحتضنها فعاليات الأيرون كيدز والأيرون كيرز المصاحبة لهذه البطولة وستضم الفعاليات كل من السباحة والجاري بحسب الفئة العمرية المصنفة وتأتي هذه الفعاليات المصاحبة لتشجيع جميع الأطفال والشباب على المشاركة وأخذ الرياضة كأسلوب حياة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على نشر الثقافة الرياضية في كفة أرجاء المملكة ولمختلف الأعمار حيث أكدت المشاركات الواسعة في الأعوام السابقة حرص الأهالي على انضمام أبنائهم للمشاركة في مسابقات السترايثلون والإشادة في المشاركة بالمنافسات الجميلة التي تشهدها المسابقات والدعم من أجل الاستمرار في المشاركات القادمة حيث تشكل هذه المسابقة منصة للأطفال والنساء من جميع الأعمار لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي للأفراد من خلال استخدام الرياضة هذا وتعتبر بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي ستقام في مملكة البحرين نوم السابع من ديسمبر القادم بطولة مهمة جدا خصوصا أنها توفر 75 مقعدا للفائزين بالمركز الأولى تؤهلهم للمشاركة في بطولة العالم